اشتركوا في القناة من قوانين الحركة والجاذبية إلى أسرار النسبية وميكينيك الكام سواء كنت عاشقاً للعلم أو مجرد فضول يتطلع لفهم العالم بشكل أفضل فإن هذه الرحلة عبر أساسيات الفيزياء ستضيء لك الطريقة لفهم الكون بأسره على الرغم من أنه من المستحيل تعلم الفيزياء في مقطع فيديو واحد إلا أن هناك معلومات أساسية ذات صلة بحياتك اليومية سوف تساعدك على فهم الكثير من الأشياء حولنا علم الفيزياء هو الأساس الذي تقوم عليه جميع العلوم التطبيقية الأخرى مثل البيولوجيا والكيمياء والطب والجولوجيا والأرصاد الجوية والهندسة بكل تخصصات في هذا الفيديو لا أريد أن أقدم لك معلومات يمكن العثور عليها بسهولة في الويكيبيديا سأشرح لك أهم المفاهيم التي تستحق المعرفة هناك خمسة مجالات واسعة في الفيزياء أعتقد أنه يجب أن تعرف القليل عنها الميكانيكا الكلاسيكية الطاقة والديجميكا الحرارية الكهر المغلاطسية النسبية وميكانيكا الكام لنبدأ بالميكانيكا الكلاسيكية ربما تكون هي الأكثر صلة بتجربتك اليومية هنا علينا أن نقدم أسس الميكانيكا الكلاسيكية وهو العالم إسحاق نيوتن ربما هو أعظم عالم على مر العصور نيوتن قدم كثير للفيزياء ولكن هنا سوف أركز على أمرين يستحقان التذكر الأول يتجسد في قانون نيوتن الثاني أما الأمر الآخر وهو قانون جاذبية لنيوتن ينص قانون نيوتن الثاني على أن القوة تساوي الكتلة مضروبة في التسارع هذه المعادلة وبرغم من بساطتها إلا أن لها تطبيقات عديدة فالقوة في الفيزياء الكلاسيكية تعمي الدفع أو السحل أما الكتلة هي مقياس للقصور الذاتي والذي يعني بشكل آخر هو مدى عدم رغبة الجسم في تغيير حركته والتسارع هو مقدار سرع التغير سرعتك أو بمعنى آخر معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن إذا طبقت قوة على كتلة ثابتة فإن معادلة نيوتن تخبرنا بمدى التسارع الذي ستحصل عليه هذه الكتلة ومعرفة التسارع يمكنني التوقع بالضبط مكان سقوط الكرة في السلة وأي ستنهب إذا عرفت جميع القوة المؤثر عليها بما في ذلك احتكاك الهواء الذي هو أيضا القوة يمكنني التوقع بالضبط ما إذا كانت ستدخل الكرة في السلة أم لا يمكن استخدام قانون نيوتن أيضا في تحديد مقدار الدعم الذي ستحتاجه لبلاء الجسر وكذلك حساب قوة دفع الصاروخ إنها معادلة هامة لغاية القوة ليست شيئا ماديا إنها مقياس للتفاعل فمثلا جسمك لا يمتلق قوة ولكن لديه كتلة وزنك هو القوة التي يؤثر بها جسمك على الأرض من الناحية العملية أنت لا تزن 80 كيلوغرام لأن هذه هي كتلتك يجب أن تقول أن وزني هو 800 نيوتن وهو كتلتك مضروبة في تسارع الجاذبية الأرضية والتي اعتبرناها 10.5 متر في الثالثة البيع لإعطائك فكرة عن هذا المقياس وما هو مقدار 1 نيوتن فهو يعادل بالضبط القوة التي ستشعر بها عندما تحمل تفاح صغيرة في يدك أما المعادلة الهامة الثانية من النيوتن أيضا هي قانون الجاذبية أو قانون الجذب العام هذا القانون يسمح لنا بتحديد حركة الأجسام السماوية مثل القمر الذي يدور حول الأرض أو الكواكب التي يدور حول المجوم يقول أن قوة الجاذبية بين جسمين هي حاصل ضرب كتلتيهما مخصومة على مربع المسافة بينهما مضروبة في ثابت يسمى ثابت الجذب العام أو ثابت الجاذبية يفبرغ قانون الجاذبية بأن الجاذبية تتناقص بسرعة عندما تبتعد الأجسام عن بعضها البعض لأن الجاذبية تتناسب عكسيا مع مربع المسافة كان هذا اكتشافا كبيرا عندما صاره نيوتن لأنه شرح رياضية حركة جميع الأجرام السماوية ولا زال يعمل حتى يومنا هذا وهو الأساس الذي قامت عليه الأقمار السنعية نأتي الآن إلى موضوع الطاقة إن الأفكار حول الطاقة ظهرت بعد مئة عام من نيوتن الطاقة ليست كمية متجهة مثل القوة الطاقة ليست لها اتجاه إنها مقدار فقط الشغل مرتبط بشكل مثيق بالطاقة لهم نفس وحدة الطاقة وهي الجول والذي جاء تعريفه من الشغل الذي يساوي القوة في المسافة فعندما تؤثر قوة مقدارها واحد نيوتن لدحنة جسد مسافة مترا واحدا تكون بذلك قد بذلت جولا من الطاقة فإذا قمت برفع تفاحة صغيرة لمسافة مترا واحدا من سطح الأرض فإن ذلك تظلب منك بذل جولا واحدا من الطاقة أو الشغل الطاقة هي مقياس لكمية الشغل الذي يمكنك القيام به الشغل هو ببساطة تفويل الطاقة من شكل إلى آخر الطاقة لمعظم الأجسام تتكون من الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع الطاقة الحركية هي طاقة الحركة يتم التعبير عنها بنصف الكتلة في مربع السرعة كلما كانت الكتلة أكبر وكلما كانت السرعة أكبر كلما كانت الطاقة الحركية أكبر لكن السرعة هنا تحدث فرقا أكبرا في الطاقة من الكتلة لأنها تتناسب مع مربع السرعة إذا كنت تحمل هاتفك وسقط منك على الأرض أمن المحتمل أنه يتضرر ولكن من أين أتت الطاقة التي تسببت في هذا الضرر؟ الهاتف كان لديه ما يسمى بطاقة الوضع عندما كنت تحمله بالقرب من أذنك تم تحويل طاقة الوضع إلى طاقة حركة أثناء سقوطه يتم التعبير عن طاقة الوضع بالكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية في الارتفاع وهذه ما هي إلا طريقة أخرى للتعبير عن القوة في المسافة أو الشغل يتم تحويل طاقة الوضع هذه إلى الشغل أو قوة تتسبب في كسر شاشة الجوال عندما يصطدم بالأرض لذلك الطاقة الكليا لجسن هي الطاقة الحركية بالإضافة إلى الطاقة الوضع يمكن أن تأخذ طاقة الوضع أشكالا مختلفة فالوقود على سبيل المثال يحتوي على طاقة كيميائية الشيء المهم الذي يجب أن تذكره عن الطاقة هو أنها محفوظة دائما لا تفن الطاقة ولا تستحدث وأن كل ما يحدث هو أنها تتحول بشكل إلى آخر الآن يأخذنا الحديث بشكل مباشر على الطاقة إلى الديناميك الحرارية وهي دراسة الشغل والحرارة والطاقة في النظام المفهوم الأساسي الذي يجب أن تتذكره هو أنسياب الحرارة عرفنا أن الطاقة بأنها كمية الشغل الذي يمكنك القيام به ولكن هناك شكل آخر من الطاقة والطاقة الحرارية إذا كانت السيارة تتحرك وضغطت فجأة على الفرامل فأن الطاقة الحركية للسيارة تصبح سفر أين ذهبت تلك الطاقة؟ لم تذهب إلى طاقة توضعه ولم تختزم في أي مكان في السيارة هل اختفت؟ لا تم تحويله إلى طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك بين عجلات السيارة مع الشارع والمقصود بالحرارة هي تضفق الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر الطاقة الحرارية الناتجة من الفرامل تعمل على زيادة طاقة حركة الجزئيات الهواء ينتج عن ذلك زيادة في درجة حرارة الهواء المحيط وهذا هو المكان الذي تنتهي فيه الطاقة الحرارية لسيارتك عندما تتوقف درجة حرارة النظام تعبر عن متوسط الطاقة الحركية للذرات في النظام أما الطاقة الحرارية هي كمية الطاقة الحركية الكلية للذرات في النظام مفهوم آخر في الديناميك الحرارية يجب أن نتذكرها وهو الإنتروي والإنتروي هي مقياس للفوضى وبدقة أكثر الانتروبي هو مقياس للمعلومات المطلوبة لوصف الحالات الدقيقة للنظام قانون الديناميك الحرية الثانية ينص على أن الانتروبي لنظام معزول لا يمكن أن ينقص أبدا الكون يسير بشكل لا مفرم منه نحو زيادة الانتروبي أو الفوضى بشكل عملي يخبرنا هذا القانون أن بعض الطاقة تكون أكثر فائدة للقيام بشغل من الضخرة الطاقة عند انتروبي أقل تقوم بشغل أكثر من الطاقة عند انتروبي أعنى على سبيل المثال الطاقة المفزنة في البنزين أكثر فائدة للقيام بشغل من الطاقة الحرارية التي تبددت من فرامع السيارة الطاقة المناصمة أكثر فائدة من الطاقة الأقل فنزيما الحرارة والعادن من السيارة لن يعيد ترتيب أنفسهم ليصبحوا بنزين لكن يمكن تحويل البنزين إلى حرارة وعادن من المهم تذكر كلمة نظام معزولي إذا وضعت كوبا من الماء في الفريزر فسوف تنحفض درجة الانتروبي ولكن داخل الفريزر ليس نظاما معزولا لأن الفريزر يستخدم الطاقة الكهربائية لتبريد الداخل وهذا يزيد من الانتروبي الغرفة عن طريق تسخين الغرفة أكثر من تبريد ما بداخل التلاج يجب أن تتذكر هذه الحقيقة الهامة وهي أن اتجاه الانتروبي يكون دائما في اتجاه واحد تماما مثل إحساسنا بالزمن المتحرك في اتجاه وكما لا يمكننا العودة إلى الماضي فإن الانتروبي دائما تتجه إلى الزيادة ولفهم الانتروبي أكثر سوف أضع لكم في صندوق الوصف لهذا المقطع رابط لمحاضرة تشرح مفهوم الانتروبي بشكل مفصل لننتقل الآن إلى الكهروماناتيسية الكهروماناتيسية هي دراسة التفاعل بين الجسيمات المشكونة كهربائيا إن المفهيم الأساسية للكهروماناتيسية تجسدها معابلات ماكسويل أي شيء له ما يسمى بالشفنة ونحن لا نعرف ما هيها كينونة هذه الشفنة إنها مجرد خاصية لأنواع معينة من المادة مثل الاليثرونات والبروتونات إذا كان للجسم الكثير من الشفنة السالبة فهذا يعني أن لديه الاليثرونات أكثر من البروتونات إن المفهوم الأول الذي يريدك أن تتذكره هو أنه إذا كان لديك جسما ثابتا يمتلك شفنة فإنه سيؤثر فقط على الشفنات الأخرى وإذا كان لديك مغناطيسا ثابتا فإنه سوف يؤثر على مغناطيسات أسرة لن يؤثر على الشفنات لكن هنا المفارقة إذا كان لديك شحنة متحركة فإنه ستؤثر على المغناطيس وإذا كان لديك مغناطيسا متحرك فإنه سيؤثر على الشفنة وهذا ما تحدثت عنه معادلة ماكسويل الأربع المعادلة الأولى تخبرنا أنه إذا كان لديك شحنة كهربائية فسيقول لها مجال كهربائيا ينبعث منها المعادلة الثانية هي في الأساس نفس المفهوم بالنسبة للمغناطيس أي أنه إذا كان لديك مغناطيس فإنه مجالا معناطيسيا ولكن الاختلاف هنا إنه سوف يكون له دائما عددا من الخطوط المجالة التي تخرج بقدر التي تدخل أو بطريقة أخرى أن المغناطيس سيكون له قطبان قطبة شمالية وقطبة جنوبية ولا يمكن أن يكون قطبا واحدة يمكنك تقسيم المغناطيس لكنه سيشكل دائما معناطيسا جديدا بقطبين شمالي وجنوبي المعادلة الثالثة تقول أنه إذا حرفت مغناطيسا فإنه سوف يولد مجالا كهربائيا وهذا هو مبتع توليد الكهرباء بواسط المغناطيسات المتحركة أما المعادلة الرابعة تقول أن الشحن المتحرك أو المجال الكهرباء المتحرك يولد مجالا معناطيسيا لاحظ في هذه المعادلة الهم الثوابت إبسلون نوت وميو نوت هم النفاذية والسماحية للفراغ هذان الثابتان يحتدان بالضبط سرعة الضوء لأنهما يقيسان مقاومة الفضاء لتغيير المجالات الكهربية ومغناطيسية وهذا يقودنا مباشرة إلى ألبرت أينشتاين ونظريته النسبية التي أدخلت ثورة في الفيزياء ومن المثير للاهتمام أن عنوان ورقته العلمية في عام 1905 عن النسبية الخاصة كان بعنوان الديناميكا الكهربية للأسام المتحرك هذا يثبرنا بارتباط النظرية النسبية بأفكار ماكسويل اعتقد أينشتاين أنه إذا كانت سرعة الضوء تحدد الثابتين نيو نوت وإبسل نوت فإن سرعة الضوء ثابتة أيضا ولا تتغيير في أي إطار مرجع وكانت هذه واحدة من الفرضيات النسبية الخاصة أما الفرضية الثانية فهي بالبساطة أن خوانين الفيزياء هي نفسها لجبيع المراقبين وهتان الفرضيتان لهم العديد من النتائج الهامة افترض على سبيل المثال أنك ثابت بجوار قطار يتحرك بنسب سرعة الضوء وقمت بتشغيل مصباح يدوي في نفس اتجاه القطار المتحرك افترض أيضا أن شخصا آخر على القطار يشغل مصباحا مماثلا في نفس اللحظة إذا رأيت شعاع الضوء على القطار فقد تعتقد أنه يجب أن يتحرك بسرعة ساوي مرة ونصف سرعة الضوء ولكنه لا يفعل ذلك بل يتحرك بالضبط بسرعة ساوي مرة واحدة سرعة الضوء هل هذا يعني أن الرجل الجالس في داخل القطار يرى سرعة الضوء المنبعثة من مصباح تتحرك بنسب سرعة الضوء؟ الإجابة لا والسبب يكمن في مبدأ النسبية هو أيضا يرى شعاع الضوء من مصباح يسير بالضبط بسرعة تساوي مرة واحدة من سرعة الضوء يبدو أن هذا تناقض كيف يمكن التوفيق بين هاتين الملاحظتين؟ ما أظهره أينشتاين هو أن الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك هي إذا تباطأ الزمن للشخص في القطار من مجد نظر الشخص الثابت كانت هذه الفكرة الثورية التي أطلقها أينشتاين على البشرية والتي ثبتت صحتها مع مرور الوقت أن قياس الزمن ليس ثابتا بل نسبية أجد أنه من المفارفات العجيبة أن أينشتاين على الرغم من كونه واحدا من مؤسسي ميكانيكا الكام لأنه أظهر أن الضوء يأتي دائما في حزم من الطاقة تسمى الكوانتر والتي نسميها الآن بالفوتونات إلا أنه بقى مقاوم بشكل كبير للتداعيات الرئيسية لميكانيكا الكام وهي التي تمتلك طبيعة احتمالية وغير حكمية للسايمات الكلومية هناك العديد من المعادلات في ميكانيكا الكام ولكن من وجهة نظري هناك ثلاثة مبادئ هي الأكثر أهمية للتذكب وهي معبر عنها في ثلاثة معادلات المعادلة الأولى والتي وضعها العالم ماكسي بلانك الذي يعتبر مؤسس عين ميكانيكا الكام تقول أن الطاقة ليست مستمرة بل هي مكممة يمكن انتصاص أو انبعاث الطاقة بواسطة المواد في صورة حزم محددة من الطاقة ومقدار الطاقة يساوي ترندد الإشعاع في ثابت بلانك استخدام هذا المفهوم أظهر أينشتائن لاحقا أن الفوتون يمتلق خاصية مزدوجة فهو موجة وجسيم وأما المعادلة الثانية في ميكانيكا الكام عبر عنها العالم هايزنبيرغ في مبدأ الشك أو عدم اليقين وهي تقول إنه لا يمكن معرفة الموقع الضقيق للجسيم وزخمه في نفس الوقت هذا يعني أنه إذا كنت تعرف بالضبط أين هو الجسيم فإنك لا تعرف شيئا عن سرعته وإذا كنت تعرف بالضبط سرعته فأنت لا تعرف أي شيء عن مكانه هناك شك أو عدم يقيم جوهري مرتبط بالجسيمات الذرية أما المعادلة الثالثة فهي معادلة شوردينغا في الأساس تقول إنه قبل القياس تكون الألزم الكومي في حالات متراكبة هذا يعني أن خصائصها لا يمكن التعبير عنها إلا في شكل دانلة موجية دانلة موجية مبسطة بشكل بدائي هي مجموعة من الاحتمالات لذا على سبيل المثال في ضرة العينيولوجين لا يمكن معرفة مكان الإلكترون مسبقا كل ما يمكن معرفته هو احتمال المكان الذي قد تجده فيه إذا قمت بقياسه قبل القياس تكون كل الأنظمة الكوميية سحب ثلاثية الأبعاد أو موجات من الاحتمالات الإلكترون موجود في كل مكان في وقت واحد إنه ليس هنا أو هناك إنه هنا وهناك هذا ليس عيبا في أجهزة القياس لدينا إنه هو الواقع وهذا هو السبب في أن الأنظمة الكومومية تتصرف بغرابة في تجربة الشرط المزدوج النظام الكومومي يمكن أن يكون جسيماً أو ولياً مثل الإلكترون أو حتى لرات وجزيات معزولة بما فيه الكفاية والمقصود بأنها معزولة أي أنها لم تتفاعل مع شيء يمكن أن يؤدي إلى الهيارة هذا هو الواقع غير الحكمي الذي رفض عينيشتين تقبله وفي الحقيقة لا يزال الكثير من الناس اليومي واجهون صعوبة في قبوله هذا هو بلخص سريع لأهم الأفكار في الفيزياء تذكر أن الفيزياء هي دراسة الطبيعة في أبسط صورها فهم هذه الأفكار يمكن أن يعطينا نظرة أهمق في كيف يعمل العالم من حولنا وفي الختام نجد أن الفيزياء ليست مجرد علم بل هي لغة الطبيعة التي تكشف عن جمال وتناسق الكون نامل أن تكون قد استمتعت بهذه الجولة وأن تكون قد اكتسبت نظرة أهمق في عالم الفيزياء تذكر أن العلم هو رحلة مستمرة ودائما ما يوجد مزيد للاكتشافه وتعلمه شكرا لانضمامك إلينا وحتى نلتقي في جولة علمية جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته